خير الكلام قليله إذ أورقا بحروفه آي الكتاب ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات عن مفتاح من مفاتيح الجنة وعن صفة من صفات أهل الإيمان التي كانت صحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الاتصاف بها ألا وهي العمل الخفي قد يتساءل أحدنا أيها الإخوة ماذا يعني العمل الخفي نحن نعلم أن كثيرا من الناس له أعمال خفية كثيرة لكن أكثرها من المعاصي والعياذ بالله فإذا ما خلى بمحارم الله تعالى انتهك حرمات الله عز وجل وفي ذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أنفار جبال اتهامة بيضا قلت وصفهم لنا يا رسول الله وجلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام نسأل الله السلام أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح كانت لهم أعمال خفية إلا أنها طاعات وعبادات وقربات لله عز وجل وأضرب مثلا على ذلك ما قاله عمر رضي الله عنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بنا الفجر ثم يخرج إلى الصحراء فتساءلت في نفسي لما يخرج ولكن سكت وذات يوم صل بنا الفجر وخرج إلى الصحراء فتتبعته فدخل فوقف عند خيمة قديمة عتيقة وأنا اختبأت وراء صخرة أراقب فدخل الخيمة فترة من الزمن ثم خرج وعاد إلى المدينة وهذا كان في أيام خلافته رضي الله عنه فلما خرج أبو بكر وعاد خرجت من وراء الصخرة وجئت إلى تلك الخيمة القديمة ودخلتها وإذا بعجوز عمياء وحولها أطفال صغار فقلت لها يا أمة الله من هذا الذي كان عندكم قالت له لا أعلم رجل من المؤمنين قال لها وماذا يفعل قال يأتينا كل صباح يكنس بيتنا ويعجن عجيننا ويخبز خبزنا ويقوم بخدمتنا ثم ينصر قال ومن متى يفعل هذا الأمر معكم قالت منذ زمن طويل فقال عمر رضي الله عنه لقد عبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة وصيام إنما بشيء وقر في قلبه إذن من هذه القصة نستفيد وأيها الإخوة المؤمنون والقصص كثيرة من سيرة السلف الصالح في إخفاء الأعمال الصالحة وشاهدوا على ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم وعلى رأسها قول الله عز وجل في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور فالإنسان لا يعمل العمل ليذكر ويمدح من قبل الناس وإنما يعمل العمل ليؤجر ويبتغي الثواب من الله عز وجل ولكن أيها الإخوة والأخوات قد يتساءل أحدنا كيف نوفق بين هذا الكلام وبين قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث كيف يتحدث الإنسان بنعمة الله عز وجل وبالمقابل نقول أن إخفاء العمل الصالح خصة من خصال الإيمان أولا إذا تحدث الإنسان بنعمة الله عز وجل فهو من باب بيان فضل الله عز وجل على هذا الإنسان ويقول إمام بن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يقول أن الإصرار بالصدق وكذلك ساء الأعمال الصالحة أن الإصرار بها أفضل من الإعلان إلا إن اقتضت مصدحة تبين أن الإعلان يكون أولى إذا كان القصد من الإعلان تحفيز الآخرين وتشجيعهم على القيام بالعمل الصالح سواء كان صدق أم غيرها ثانياً أيها الإخوة والأخوات الإنسان عندما يظهر العمل هو يقصد يكون في إحدى حالتين إما أن يظهره من أجل حب الثناء والمدح وتزكية النفس فهذا أمر خطير قد يسبب في إحباط عمله وربنا عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وأما الحالة الثانية قد يظهر الإنسان عمله الصالح من أجل تشجيع الآخرين وتحفيزهم فهذا محمود إن شاء الله تعالى إذا لم يتعلق قلب هذا الإنسان بمتح الناس ولذلك أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أن الله عز وجل إذا أحب إنساناً أمر ملائكته بأني يا ملائكتي أحب فلاناً فأحبوه فيحبونه ثم يكتب له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض فإذا إذا أكرم الله تعالى عبداً بمحبة الناس وأثنى عليه الناس وهو لا يتقصد ذلك إنما هو محض فضل من الله عز وجل وكرم وحب من الله عز وجل لهذا الإنسان وأختم كلمتي هذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبين عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا مدحت إنسان وهو لا يتشوق لذلك المدح إنما أجاء هكذا من جراء عمله فهو عاجل بشرى المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية وأن نلتزم بما قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام قليله إذ أورقا بحروفه آي الكتاب ربيعا وسرى بنور حديث خير معلم وهبت به حكم جرت ينبوع هو كالضياء توهجاً وهدايا سكنت معاني رؤى وضلوع هو كالضياء توهجاً وهدايا سكنت معاني رؤى وضلوع خير الكلام خير الكلام خير الكلام قليله إذ أوراقات خير الكلام خير الكلام خير الكلام شكرا